اشتركوا في القناة 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 بس مجرد استماع للمواضيع لغاية ما تكتمل الرؤية للتوقعات وبعدها لكل حادث حديث الان المسألة الثانية انه في اشخاص بعتولي معاتبات انه انت بتميز اشخاص عن اشخاص رقم تليفونك مع اشخاص ولما احنا منطلبه منك انت ما بتعطينا اياه يعني ومنها الكلام هذ اول شي انا ما بخبي رقم تليفوني عن حد ورقم تليفوني على الفيسبوك محطوط الو اكثر من ست سنوات يعني اللي بدخل على البيج عندي على الفيسبوك بلاقي انه رقم التليفون محطوط نفسه هو هو وما تغيرش وعشان هيك انا رح احط الكويا الان على الشاشة على اساس انه الكل يعرف رقم تليفوني بس عشان تعرف انت رقم تليفوني بدك تكون عارف اشياء ثانية مش بكل وقت انا عندي القدرة على اني اجاوب على مسائل الفلكية على التليفون هذا واحد اثنين وضعي الصحي ما بسمح انه دائما انا اكون جاهز اني انا ارد على التليفون بغيب ممكن اتأخر ساعة في اشخاص برد عليهم في اشخاص ما برد عليهم السبب اني انا ما برد عليهم مش اني انا بميز لأ لانه الاسئل اللي بتمبعت بعد مرات بجد انه ما في داعي اني انا ارد عليها او اشياء ما في لازم اني انا ارد عليها او اشياء بتكون يعني مستفز شيئا ما فعشان هيك انا بمتنع من الرد عليها وفيه تجاوزات بتصير في الرسائل بتخليني برضو أنا ما أرد على بعض الأشخاص فعشان هيك بتكونوا أنتوا يعني معلومة خد رقم يسجلوا عندك عندك شغلة مهمة ضرورية ما بتنتظر التأخير زي مسألة عملية مسألة مستشفى مسألة مرض مسألة حياء أو موت مسائل شوي إلى حساسة بدرجة معينة ما بتتحمل أنه تنتظر أنت إلى الرد بعثت لي بجاوبك عليها أما أنت بعثت لي بس مجرد أنه أنت والله أنا بحب واحد هل واحد هذا بدو يحبني ولا بدوش يحبني فطبيعة الحال مش رح أرد يعني مش هذا السؤال اللي أنا معطي رقم تلفوني عشانه كمان أي شخص ببعث لي بتعملي تحليل شخصيه قديش بتأخذ عليه وأكثر من مرة حكينا والكل بعرف أني أنا ما بأخذ فلوس وما بأخذ أجر إذا أنت حاب تتبرع لا شيء له علاقة في القناة بتقدر تبعث لي على تلفوني أحابب أنت تشتري شيء من الأعمال اللي إحنا بنعملها اللي رايعها كله رايح للقناة عشان نجيب أجهزة يعني حيعجبك لوحة خط عجبك رسمة معينة حاب أرسم لك صورة حاب أعملك أي شيء ما عندي أي مشكلة المبلغ اللي أنت بدك تدفعه طبعا بدون ثمن وما بحدد ثمن أنا أنت بتقيم لحالك حاب تدفع إن شاء الله دولار وحاب تدفع ألف دولار هذا إشي برجع لك وهذا الشيء ما راح أخذه أنا حطه في جيبتي هذا الشيء راح يروح عشان ينجاب فيه أجهزة أو معدات لقناة اليوتيوب غير هيك ما فيه يعني للشيء اللي إحنا بنستفيد منه فالأمر سهل ولكن بنفس اللحظة صعب يعني لا يوجد فيه أجهزة أو معدات لقناة اليوتيوب بمعنى آخر أنه لما شخص يشوفني أني أنا ما رديت عليه أو تأخرت في الرد عليه مش يبعث لي يقول لي أنت ليش مطنشني أنت ليش بتردش علي أنت أنا بنتظرك أنا مش عارف إيش لأنه سؤالك مش يعني مش مهم يعني أنت بنظرك هو مهم بس أنا بنظري أنا أنا اللي بقيم الوضع مش مهم مش مهم أنا بالنسبة لي لي ما عنديش جهاز كمبيوتر ومش في كل وقت بيبقى عندي أنا برنامج أني أنا أفتح خارطة فلكية وأرجع نشوف لك حساباتك برضو هذا الإشي أنت بدك تعذرني فيه ووضع الصحي برضو ما بسمح أني أنا في كل وقت ببقى ما يخذ مورفين ببقى ما يخذ أنا مسكنات عنيفة جدا وقوية وبيبقى بتطلب جسمي للراحة أو للنوم أو هذا ما بقدر أنا أقوم عشان أنت هسة قاعد على التليفون وهسة رسلت لي معناته لازم أنا هسة أردني فاحذروني أنا الكل بعرف أني أنا صريح جدا وما عنديش لف ودورة وما بحب أجرح حدا وما بحب أأذي حدا فعشان هيك وبرضو الرسائل اللي بتيجي واحد ببعث لي يعني من الأشخاص احنا بدناش نعمم من الأشخاص ببعث لي يعني ساعة ثلاثة أربعة الفجر رسالة وبدو يعني أرد عليه أربعة الفجر وهو وين ساكن يعني ساكن في الشرق الأوسط يعني عنده برضو الفجر طب ما بحسب حساب أنه طب هذا إنسان يعني مريض حط أكسجين مثلا حط أدوية نايم إشي برضو هاي الأشياء بدكوا تحسبوها فهاي رقم تليفوني وكل يوم رح أنزل رقم تليفوني وأنا سعيد جدا بتواصل أي واحد منكم معي ولكن إذا كان بر الفلك بكون سعيد جدا وإذا الموضوع بتعلق في موضوع طب أنا رح أخدمك بعيوني ولكن إذا كان الموضوع عشان توافق وعشان حب فاعذرني ما تسجلش رقم تليفوني الله يخليكم خلينا نروح على توقعاتنا اليومية اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 12 11 فطبعا قبل ما ندخل على توقعات إذا سمعته صوت شرطة صوت زممير صوت سيارات أعذروني لأنه إحنا اليوم ما في عنا العرص الوطني تعالي انتخابات فعشان هيك أنا بسجل في كمة الحدث يعني فعشان هيك بتكونوا أعذروني من الأصوات خلال هذا اليوم طبعا زي ما حكينا توقعاتنا اليوم الخميس 12 11 القمر ما زال موجود في منزلة الغفر هي الكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي ورح يمكث فيها حتى تماما ساعة 5 و 9 دقائق مساءا من هذه من ليلة 11 11 ولا ينتقل بعدها لمنزلة الزباين وهي الفساد والقطع والمشاكل يعني شوي هيك هاي الزاوية مش قوية كثير وبما أنه إحنا الآن في موعد بث الحلقة هاي فترة خلوم مصار اللي هي الساعة ثلاثة بتوقيت جرينيتش بعد المغربيات والخلوم المصار رح يستمر للساعة 24 دقيقة مساءا يعني بتوقيت الأردن بتزيد ساعتين 26 دقيقة فبتوقيت الأردن فعشان هيك هاي فترة خلوم مصار بعدها القمر رح يستقر في الميزان وهاي فترة ممتازة عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجيين لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل الاسترخاء بجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لسا ما استقرت بعد يعني لسبب بدايتها في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك وممكننا إضافة أو إقامة حفلة وإعادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم في عنا زاوية بطيئة جدا فبتكت تركزوا فيها بشكل كبير برضو إلها انعكاسات سياسية واقتصادية أما بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح تتشكل وهي رح تكون زاوية تقابل سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهذه رح تكون في تمام الساعة التسعة وستة وثلاثين دقيقة مساء وهذا أوجهة هي إلها تأثير تقريبا أربع أيام أو خمس أيام بلشت تتشكل الزاوية وبلشت بعض الأحداث أو الأمور اللي إلها علاقة بالاقتصاد والسياسة تظهر على الساحة وهي بتدل على خسارة مالية ظهور عقبات طبعا خسارة باتجاه ومكسب باتجاه ظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي عليك مراقبة تصرفاتك ونفقاتك ووضعيتك ممكن تتضرر بشكل خطير عشان هيك بدك تنتبه وتحذر من النصابين والمحتالين وتنتبه على أموالك من الصرقة والضياع وممكن يسبب لك هذه الزاوية يعني إحساس بالكآبة أو الأنانية وظلم في بعض الأوقات فعشان هيك سهل جدا أنك تشعر أنك أنت مظلوم ويكون لك ردات فعل أو تكون آناني شوي بتصرفاتك أو تتخذ قرارات علي وعلى أعدائي فعشان هيك بدك تكون حذر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة 11 و30 دقيقة مساء وهي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي ضفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للقمر بما أنه في الميزان فخلو المسار القادم راح يكون يوم 13-9 راح يبدأ في تمام الساعة 11 و32 دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و18 دقيقة مساء أن لا ينتقل برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة 12 و32 دقيقة فجرا بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة بتكون 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 مزاجها سعيد بنسبة 60% القمر في الميزان حتى يوم 13-11 مزاجه سعيد بنسبة 30% عطارد في العقرب حتى يوم 1-12 مزاجه منتحس بنسبة 40% الزهرة في الميزان حتى يوم 21-11 مزاجه منتحس بنسبة 40% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 يعني تقريبا أوشك على أنه يرجع للحركة الأمامية مزاجه منتحس بنسبة 35% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 المزاج سعيد بنسبة 15% أورا نصف الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه طبعا هو بيتراجع مزاجه ممتزج بلوتوف الجدي مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم جديد للقيام بعمل مشترك وسعكم توقيع عقد أو إتمام خطوبي أو زفاف في بعض التأثيرات السلبية ممكن تكون يعني زي متاعب عائلية أو مهنية أهم إش إنك ما ترتجل المواقف تجنب الانتقادات في العمل بتكون سيء المزاج نافذ الصبر علاقاتك الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بسودها نوع من أنواع الإنسجام وتوافق بتحب بالفترة هاي نوع من أنواع المديح أو الأطراء وممكن تكون مخلص أو ممكن تكون مش مخلص في عواطفك يعني تقلب بكون على حسب وضعك العاطفي وخصوصا إنه المريخ شوي بيخليك عصبي وممكن تسمع شوية أخبار سيئة ما بتعجبك أهم إش إنك تتجنب أو تحذر أثناء التنقلات أثناء السفر وهذا بيزيد من اهتمامك بالمواضيع الروحانية برج الثور بيتراكم العمل عندكم لكن ممكن تجدوا تعاون من الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم باكر لعملك وما تلتهي الانشغالات كثيرة وممكن تنجح في إتمامها أو ممكن تجد بعض الصعوبة لإتمامها نظم موقتك وحاول إنك ما تقصر بعملك يزيد عندك نوع من أنواع العصبية أو العنف أو الفضاضة في التعامل مع الآخرين بالنسبة للوضع الصحي بتتمتع بصحة وحيوية جيدة نوع من أنواع التحسن بالفترة هاي ممكن تجد سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية رغم إنه تظاهرك بالمحبة أو المودة بنقصها نوع من أنواع الحرارة ممكن يكون في بعض الخلافات إلها علاقة بخلافات أو نزاعات ما بينك وبين شركاءك بالعمل أو مع زوجتك أو نوع من القلق أو الخوف من مسألة ما تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة لنشاط فني أو أدبي هاي فترة استثنائية ورائعة ببتسم لك الحظ وبتكون فرحتك كبيرة ممكن تهتم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره في انفراج أو خبر صار ممكن يكون خلال هذا اليوم ولكن ممكن إنه يصير في نوع من أنواع الخلافات أو النزاعات مع شركاءك أو مع زوجتك أو سوء تفاهم عواطفك وجاذبيتك مفرطة جدا ممكن شوي يعني هيك تنفعل أو تزيدها شوي لأجل المتعة يعني شوي عندك قابلية أنك أنت تغامر بأي شيء لأجل المتعة والغرائز والأشياء هاي اتجنب الدخول في أي جدال مع الأصدقاء احذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل وتجنب الدخول في جدال مع الأصدقاء برج السرطان ابتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم إشي أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية يعني الفترة هاي ممكن تحمل بعض المصاريف الإضافية الوضع العائلي شوي بعطي فترة من الراحة والبهجة في بعض الأمور ولكن ممكن تكون متقلب الأطوار وغير مستقر أهم إشي من المستحسن أنك أنت تعرف كيف تختار شركائك بالفترة هاي ممكن الفترة هاي تجعلك شوي متردد وممكن تخليك تسمع خبر غير سار عن شخص قريب لإلك برضو بتمنحك هاي الفترة تخدير الجنس الآخر وممكن تحقق النجاح في بعض مشاريعك فترة مناسبة للتسلي والترويح عن النفس برج الأسد بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ووسعكم اجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتستوع بالظروف وبتتكيف معها بسهولة هاي فترة تواصل بناءة مع الآخرين بتتمتع بنشاط ذهني بسمحلك بالمنافسة القوية أهم شيء إنك ما تضيع الفرص علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة طبعا ممكن يجي واحد من الأردن يقول لك أي تنقلات إحنا محجورين في بلاد ثانية بتسمعني أو أشخاص في دول ثانية مش محجورين فهدولة بتحركوا وممكن إنك تستفيد في علاقاتك مع المحيط بس تقلبك وتبدل عواطفك ممكن شوي يجعلك أو يجعل بعض الأشخاص تتلاعب بقلوب الناس اللي بيحبوك تحملك هاي نوع من أنواع السعادة على المستوى العائلي والعلاقات العائلية الجيدة ولكن بعض الأشخاص من برج الأسد ممكن يكون محيطك العائلي متوتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض لإرهاق أو التعب العصبي أو التوتر العصبي برج العذراء ثم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة بتتركز الأمور على أمور مالية أهم إيش إنك تقلل أو يعني شوي هيك القلق بالمصاريف أو المصاريف الطبية أو الاستشفائية الطارئة هي اللي ممكن تظهر على الساحة ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل ممكن ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة بتعرف هاي الفترة نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية وفي الحصول على الأموال والأرباح بتزيد قوة ملاحظتك وفضولك الفكري وبتحظى بشعبية وتقدير الآخرين لا إلك ولكن مشكلتك إنه رغباتك الشريهة ممكن تدفعك في طرق مشبوهة إذا ما سيطرت على حالك ممكن تتميل للقيام بمجازفات أو ممكن تتعرض لمشاكل في مكان عملك ممكن تسمع خبر سيء بجعلك متردد أو متحير بدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء بعض الأسرار كون حذر في كلامك وبرضو في مرسلاتك برج الميزان ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد هاي الفترة بتحمل إنجاز أو تطور لافت أهمش إنك ما تمهلها وكرر المحاولة ممكن يبتسم لك الحظ أو تهنأ باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره الفترة هاي ممكن شوية تكون طايش أو طائش بمعنى آخر ورغباتك شوي شريهة وممكن تفسخ علاقة بسبب تقلب عواطفك بتزيد برضو هاي الشغلة إنه تعطيك ميل للتبذير زيادة علاقتك متوترة مع رفاق العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء في آراءك أو أحكامك اتجنب توقيع الوثائق المهمة ممكن تعرف نزاعات في المنزل أو عند بعض الأشخاص أو شقاقات ما بينك وبين شركائكم برج العقرب ما زال التعب أو الملل بسيطر عليكم طبعا لآخر يوم بكرة القمر رح ينتقل لعندكم حاولوا انكوا تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بسود على الساحة سوء التفاهم ممكن تخف وطيرتك وتشعر بالملل ممكن تتأخر المعاملات أو تلغى ممكن ترغب بالابتعاد عن الأجواء الصاخبة فترى فيها نوع من أنواع السلبية بسبب وجود القمر في بيت المتاعب ممكن في اليوم هذا تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس تعرف بعضه برضو هاي الفترة نوع من أنواع الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلغفك وسرعة إنفعالك عليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك بدك تحذر أثناء تنقلاتك ممكن اليوم تسمع أخبار متناقضة وممكن تتعرض لمشاكل بسبب الغيرة أو يعني إشي بمس السمعة أو فسخ علاقة وممكن تتعرض لأمراض أو التهابات أو جروح أو حروق أو إصابات في ميدان العمل بدك تكون حذر برج القوس بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة اتجنب العناد وكون أكثر انفتاح على أراء ومواقف الآخرين ما تتكاسل وبادر لتصحيح الأخطاء واستعادة موقعك ما بناسبك البقاء وحيد بيغلب على سلوكك العنف بالفترة هاي وبسوء تعاملك ولياقتك أو لباقتك في علاقاتك العاطفية عليك الحذر من اللي بيدعو صداقاتك وبيحاولوا خداعك ممكن تتعرض لبعض الكلام اللي ممكن يسيء لك أو إفشاء بعض الأسرار أهم إشي أنك ما تهتم لهاي المواضيع كثير وما تعطيها كثير من وقتك على أساس أنه ما تنحسب عليك الأخطاء بشكل مباشر برج الجدي يوم جيد لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تغيير على طبيعة عمله وبينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم قدم أفضل ما لديك وما تتهرب من المسؤوليات الموكلة إلك ومن أداء الواجب لأنه ممكن تضر بمصالحك بدعوك لا استثمار كل فرصة جديدة بتحظى بالشعبية وبتكون كل أعمالك سهلة وميسرة إذا انتبهت وممكن تحقق نجاح شخصي لكن شوي عند بعض موليد برج الجدي ممكن يكونوا أنانيين في علاقاتهم وهذا الإشي ممكن يعرضهم لخيبات أمل ممكن تتضرر بنفوذك أو يتضرر نفوذك وسلطتك وممكن تتعرض لبعض الانتقادات في محيطك بتعرف علاقات الصداقة عندك بعض التوتر مع صديق أو معرفة قديمة حاول أنك تكون حذر وتعرف كيف تحسبها في ردات الفعل بتتمكن من تحقيق مشروع أو أمنية بمساعدة أشخاص دون وفوذ وعلاقات جيدة بتكون مع بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يساعدوك ولكن دير بالك من الضغوط برضو والخلافات العائلية يعني يحاول أنك ما تهمش البيت أو العائلة برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الامتحانات الجامعية بفترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان أهم إش أنك ما تستسلم بالكرر المحاولة وثابر حتى تصل لهدفك هاي من أفضل الفترات هذا الشهر وبترتفع حضوظك وربما يعني تقوم برحلة أو تشارك في احتفال أو تناقش بموضوع معين في بعض الأشخاص منكوا رح يكون عندوا أحلام بالسفر أو القيام بمشاريع كبيرة ولكن ممكن هاي الأمور تعرف نوع من أنواعها الصعوبة وتحول يعني دون تحقق مشاريعك إذا أنت ما كنت مركز بشكل جيد ممكن تدخل بمغامرة عاطفية اتلاحق منها أضرار خصوصا مع شخص غريب بتزيد عدوانيتك بفترة هاي وهذا الإشي ممكن يسبب لك خلافات وسوء تفاهم ممكن تحقق نجاح اجتماعي بفضل مساندة أشخاص دون نفوذ وممكن تحصل أو تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وممكن تحظى بثقة واحترام متقدير الآخرين إذا استغلت الفرص صح برج الحوت بتعيد تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهمش إنه ما تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض ما ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة عالج الشؤون الإدارية بدقة بشكل خاص الملفات الاستشفائية والمالية ممكن يزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات أو الكتب الخيالية أو أي شيء لعلاقة بالغيبيات بيزيد ذكائك وطموحك وبتكون كريم ومتسامح وبرضو في نوع من أنواع التفاؤل هذه فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى لو مور إليها علاقة بالسفر لبعيد أو اتخاذ عطلة معينة بس بدك تدير بالك وتحذر من الوعود لأنه قل ما يتم الوفاء بها في هذه الوضعية الفلكية ممكن تعرف نزاعات مع رفقائك في العمل أو مع رئيسك لأسباب مالية عليك تجنب التبذير ممكن تبالغ شوي بالملذات الحسية مما أنه ممكن يعرضك لو شاية أو غيرت خصومك من بعض الأشياء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا